مرحبا بكم أعزاء المشاهدين في هذا الفيديو سنتحدث عن أحدث إصدارات جوجل وهو هاتف جوجل بيكسل العاشر الذي أثار اهتماما واسعا بفضل تصميمه المميز وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والكاميرات المحسنة سنتعرف معا على أبرز مواصفاته وأهم ما يقدمه للمستخدمين وقبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واضغطوا إعجابا إذا أعجبكم الفيديو وشاركون آراءكم في التعليقات هل ترون أن هاتف بيكسل عشر يستحق الاقتناء؟ الحدث وموعد إطلاق الهاتف كشفت جوجل عن السلسلة الجديدة بيكسل تانا في حدث ميت باي جوجل يوم العشرين من أغسطس عام 2025 على أن يبدأ البيع في الثامن والعشرين من أغسطس لباقي الطرازات بينما يتاح الطي فولد في أكتوبر المعالج والذكاء الاصطناعي أتى الهاتف بمعالج تنسور جي فايف المبني على بنية ثلاثة نانومتر من تي اس ام سي ويقدم أداء أفضل بنسبة ستين في المعالج العصبية وثلاثة وأربعين في المعالج السريعة المعالج المركزي مقارنة بالجيل السابق يدعم بيكسل تان الذكاء الاصطناعي الجديد جيميناي نانو الذي يقدم ميزات مثل ماجيكيو التي تزودك بمعلومات سياقية مثل تفاصيل الرحلات أو اقتراح أماكن أثناء المكالمات التصميم والشحن اللاسلكي يحافظ بيكسل تين على تصميم شريط الكاميرا الأيقوني ويأتي بأربع ألوان جذابة أول هاتف غير برو من جوجل يحصل على شحن اللاسلكي مغناطيسي كيو ويتو بمعنى شحن سريع وسهل عبر تموضع مغناطيسي مثل ماجسيف شاشة أكتوا أوليدي بقياس 6.3 بوصة بدقة فول ايش دي بلوس ومعدل تحديث 60 إلى 120 هرتز وتصل درجة سطوعها القصوى إلى حوالي 3000 نيت ما يجعلها واضحة جدا تحت الشمس الكاميرا أخرجت جوجل لأول مرة عدسة تليفوتو 10.8 ميجابيكسل بدقة خمسة ضعفا بصريا في الطراز القياسي إضافة ممتازة مقارنة بالسلسلة السابقة لكن أعدت بدقة أساسية أقل عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل وعدسة أولترا وايد 13 ميجابيكسل بعد أن كانت في بيكسل 9 بدقة أعلى من الميزات الذكية كاميرا كوتش التي تعطيك إرشادات حية لالتقاط صور الأفضل وأوتو بيستي تيك وميزات تحرير الصور الصوتية الأداء والبطارية مرفق مع الهاتف ذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت وتخزين حتى 256 جيجابايت البطارية حجمها 4970 من أمبير ساعة وشحن سلكي أسرع يصل إلى 30 واط وشحن كويتولا سلكي 15 واط تقريبا النظام والتحديثات يأتي مع أندرويد 16 وواجهة مادية ثلاثة تعبيرية الجديدة ويعد بحصول على سبع سنوات من تحديثات النظام والأمان وهو رقم قياسي في الهواتف الذكية بالنهاية يعد بيكسل 10 قفزة نوعية في سلسلة بيكسل شحن مغناطيسي جديد كاميرا تلفوتو لأول مرة ذكاء اصطناعي عميق ودعم طويل الأمد كل هذا بسعر يبدأ من 799 دولارا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك وإن كان لديك أي سؤال حول أي ميزة اكتبه بالأسفل ترجمة نانسي قنقر